السلام عليكم و اهلا وسهلا بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامج شباب العربي هو مرآة للوقع الاجتماعي والسياسي وما يسوده من متغيرات يتفاعل معها فيزدهر مع نمو الوعي الثقافي ويتراجع بتراجعه انه المسرح صاحب المكانة الفنية الابرز بين سائر الفنون ومع اندلاع الثورات العربية تتجه الانظار الى تأثيراتها لا سيما على المسرح ومبدعيه في ظل مناخ الحرية الموجودة الحاليا ومدى امكانية ان يستعيد المسرح مكانته الرائدة في هذه الحلقة شباب العربي يفتح لهذا الاسبوع ملف المسرح العربي ونناقش مع ضيوفنا الى اين يتجه المسرح العربي اليوم وهل ثم مقومات لاعادة انتشاله من كبوته وهل مناق الحرية اصبح موجودا فعلا ونسأل هل بدأنا نشهد عودة المسرح الجاد الذي يناقش قضايا الانسان المصيرية وما هو الدور الذي يجب على المسرح لعبه في هذه اللحظة التاريخية من تاريخ عالمنا العربي اقدموا هذه الحلقة انا امن الله المنصوري والزميلة سر الحافة تابعونا في البيت في الشارع في الاعتصار في الإدراء الجامعة العمل مع الأصحاب في المدرسة ألعب أعمل أكتب في المفاهرة دردش عن السياسة والتقافة الحالة الاقتصادية عن البيئة عن الحروب والإنسانية عني وعنك شباب شباب بالعربي أهلا بكم من جديد ضيوفنا لهذه الحلقة رح أبدأ منه وحيد العجمي من تونس مؤلف ومخرج مسرحي سوسن بخالد من لبنان مخرجي وممثلي ومحمد جديد سينمائي ومسرحي من الأردن أهلا بكم سوسن رح أبدأ من عندك ورح بلش بسؤال عام يعني سؤال بديهي يطرح ما هو وضع المسرح العربي اليوم بلبنان بمصر بتونس كيف تنظرين يعني وضع المسرح العربي اليوم هلا في أحكي أكتر عن لبنان أنا كوني عايشي بلبنان بتصور أنه بلبنان عنا وضع مختلف عن غير بلدان عربية يعني كونه عشنا حرب أهلية وكان عنا أزمات كبيرة يعني من 80ات وال70ات فعنا المسرح كان من هذه الأيام من الستينات سبعينات ثمانينات تسعينات كان كتير مرتبط بكل بكل الأضايا الإنسانية الصعبة اللي كنا عم نعيشها فبتصور أنه بالبلدان العربية التانية هلأ الثورات اللي عم تصير والتغيرات اللي عم تصير الاجتماعية هلأ بلشت تنطرح أكتر هذه الأضايا بالمسرح سبعينا نحكي بلبنان بما أنه حكيت عن لبنان أنت برأيك المواطن اللبناني عم يتجه عم يقبل على المسرح حسب في عنا كتير أنواع مسرح كمان يعني ما عنا نوع واحد مسرح بلبنان في عنا كتير أنواع تجارية اللي هي بتستقطي بكتير جمهور في عنا الأنواع الأكتر هي جادة يمكن جادة أو أليتيست ممكن وحيد يكون عنده جهة نظر أخرى بعض يبار تونس هي مهد الثورات العربية في العالم العربي يعني خلينا وحيد يقولوا أنه الثورة في تونس أحدثت تغييرات والبعض يشكك يعني يشكك أصلا في أن الثورة أحدثت تغييرات فهل هناك يعني هل هناك تغييرات على المستوى المسرح في تونس بعد الثورة قبل كل شي أنا عندي تعليق على قصة المسرح العربي سمحني إذا سيارش تفضل بنسبة لي أنا رأيي أنه كلمة مسرح عربي المصطلح هذا مصطلح غالط واحد لأنه تاريخ العرب عنا أشكال أخرى للعروض أحنا الشعوب حكي وخرافة معنا حتى علاقة بالأي معنا حتى علاقة بالمسرح هل المسرح يعني فهل مستورد؟ مستورد أي مليون في المئة فبالتالي بالنسبة لي موجود مسرح في الوطن العربي أو في العالم العربي لكن مسرح عربي مش موجود موجود مسرح إنجليزي موجود مسرح ألماني روسي موجود مسرح فرنسي أما هذا مسرح عربي مش موجود تفهم فيه موجود تجارب مسرحية في العالم العربي بس هيدا وحيد يعني بيلغي كل الأعمال المسرحية اللي وصلت أسماء أو يعني بالعكس بين يلغي بالعكس أنا مش نلغي أنا نذكر فيه عم تحكي أنت كعنوان يعني مسرح العربي عنوان وخطأ أرجع حتى لبعض الدراسات النقاد اللبنانيين بول شاول ولا بيرا بيسعب أرجع أقرأ دراسات النقدية الحقيقية اللي تحكي على المصطلح هذا أنه مصطلح مش موجود أصلا يمكن هذا السبب اللي بتغيب المسرح العربي بكل ما قيلة في الغرب عن المسرح يعني إذا منلاحظ كل الدراسات المسرحية اللي عملوها الغرب لم يذكر شيء عن المسرح العربي يعني أنت يمكن هون عم بتبرر لا أنا مش مبرر أنا كلامي واضح ممكن ما فهمتنيش وقال أنا ما عرفتش نوضح بطريقة أسرع المسرح العربي مصطلح مش موجود ببساطة لأنه أحنا كعرب عنا شكل آخر من أشكال الفرجة والعارض أحنا عنا الأفراح عنا التصوف في شمال أفريقيا مثلا الحذرة الضهور تفهم فيها هذا الشكل العرض الوحيد نحكي بجد يعني عنا تجارب مسرحية لا تتقي إلى أن تكون ثقافة مسرحية عربية ما عندناش هذا مسرح متى ما عندناش هذا خشبة عنا خرافة عنا حكي عنا الحكواتي عنا الفداوي في تونس هذا هذا أصلا إذا عنديك تعليق يمكن مظبوط لي عم بيقوله وحيد بس أنا بالنسبة لأيلي هلأ بالوقت الحالي ما كتير بهمني أنا أرجع قداش مظبوط نحنا التجارب المسرحية عنا بتدت بالستينات يعني مش إنه عنا تاريخ مش بالقرن الخامس يعني مش بالقرون الماضية نحن كشعوب عربية دعيني نضيف شي أنا مع وحيد إنه المسرح هو وافد هذا شيء أساسي ولكن المسرح العربي كمان فيه إله خصوصية تنبع من تقصية وبيئية ما بنقدر ننكر هذا الشي بس عنا للأسف لحد الآن في مشكلة المسرحيين في كواليس المسرح عم بيتداولوا إشكاليات التقليد والجديد وهم التأسيس وبالتالي هي أصبحت عنا هاجز هاجز قبل في عنا هاجز الغرب مش قدرين لسه نطلع من قوقعة الغرب حاليا صار في عنا للأسف قضايا عربية الغرب تجاوزها هو صراحة المسرح عادة يوجه إلى الشعوب ويعكس قضايا المجتمع لكن أن يصير المسرح يعني نخبوي أو يترح قضايا معينة لنخبة واحدة فقط فلا أظن أنه يعكس الصورة النمطية للمسرح في الغرب صحيح 100 بمية بس أضيف شغلة أنه المسرح من أول ما بلش يخاطب الآلهة ويتعابن مع المقدس فهو أصبح نخبوي ولكن بنفس الوقت يعني قدر شكل جمهور زي ما حكيت لامس طموحات معينة لامس أحلام معينة ما قدر يفر إبناتهم يعني كان في ناحية جمالية وكان في ناحية فلسفية عميقة ما بعتبر أنه المسرح مفروض أنه تعمل مسرح بهدف تستقضي بجمهور يعني إذا كان المسرح الأضايا اللي عم يترحها حقيقية وبتعني هيدول الناس اللي عايشين بهذا البلد مفروض الجمهور يجي ويتفاعل مع هيدا الشي بس بأنه يكون استقضاب الجمهور هو هدف سابق لأنه للعمل اللي عم تعمله فهون بيصير المسرح هو مسرح تجاري أو مسرح وحيد هل توافقها يعني نفس وجهة النظر؟ أنا نتوقع أنه كل أنمات وأنواع المسرح محترمة من المسرح الشعبي حتى للمسرح الشعبة ممكن أنا ما نعملش مسرح شعبي لكني مش ضد المسرح الشعبي ومش ضد المسرح الاجتماعي والمسرح الرمزي ولا النخبوي معتا بالنسبة لي أنا نتمنى أنه نتجاوزه العقدة الفارغة حسب رأي معتا منبا مدرسية ما توصلش حتى معتا يريد كان عنا التصنيف المدرسي كلاسيكي ورمزي بالنسبة ليه يكون أحسن من أنه يصير هذا لا مش حلو هذا صحيح هذا غالط هذا أفضل من هذا نتوقع أنه إذا كان موجود شخص قادر يعمل مسرح نخبة ويمحترم لنخبة محترمة وشخص قادر يعمل مسرح شعبي منتصق بالشارع ويعبر على هموم الناس وواحد آخر يعمل شيء اجتماعي وشخص يقدم شيء رمزي الاختلاف هذا في الرؤية في الطرح في نوعية الشكل واللعبة المسرحية يعطي ثراء حقيقي ويعطي مشروع مسرحي ثقافي حقيقي أكثر من دخول في والله نتوقع هذا نخبة ومشكلة المسرح أنه نخبة ومشكلة المسرح في البلاد هذه أنه شعبي ومشكلة المسرح في البلاد هذه أنه مش مفهوم ومشكلة المسرح اللي في المغرب واللي في تونس ما نفهموش اللهجة أصل كارثة كبيرة هذه مع أن السينما السامتة هي ممكن أكثر أنواع السينما التي سمدت إلى الآن بتوصل رسالها للجميع مهما تختلف اللغات نفس الرسالة بالضبط لأن اللغة المسرحية هي لغة حية مباشرة مش لغة تسجيلية هي توثيقية في ذات اللحظة اللي تصير فيها سمحني مادموزيت تونس وشتو ثورة لحصت فرق بين المسرح قبل الثورة أو بعد الثورة؟ المسرح في تونس ممكن قبل الثورة كان عبارة عن مجموعة محاولات ومجموعة تجرب فيها بارشة شيء فيها العديد من التجرب الجدية واللي كان عندها قيمة وإشعاع في الوطن العربي وعلى السعيد الدولي لكن بعد الثورة المسرح يتململ ببساطة لأنه الشيء اللي صار في الشارع أقوى بكثير من أي تعبيرة فنية داخلية حسب رأي يعني هل تعتبر الجرافيتي هذي اللي في الشارع هذي كما شباب بالعربي هذي في تونس اللي هي جديدة شو ما جديدة؟ يعني أصبح الواقع بحد زيته هو عبارة عن مسرح كبير ما تتخيل أنت حط نفسك محلي أنا أنت مسرحية مؤلفة أو مخرجة مسرحية وتلقى نفسك عايشة في بلاد اليوم تصير ثورة بعد بنهار تنقلب حكومة بعد بعشرة يام تمشي حكومة أخرى بعد يتم اعتقال شخص بعد يتم اغتيال شخص بعد تفهم ما نطل أحداث تتواتر وصعبة علينا وعامل علينا الضغط اجتماعي طبيعي بشري يومي أهم بكثير من التعبيرة الفنية تتوقع أنه المسرح لازم ياخذ وقت نفسه لي صار أهم الأعمال المسرحية بعد الحرب العالمية الأولى والثانية وحتى وقت الحرب في لبنان مثلا هي المسرحيات الخالدة والشعر الخالد والفن الخالد الحقيقي اللي بقى واليعشش في ذهن الذاكرة الجماعية مش الذاكرة الفردية القصيرة الذاكرة البعيدة المهمة هي الأعمال اللي لم تكن عبارة عن ردة فعل هي الأعمال التي تربست وتريفت تفهم فيها وركزت وعملت قراءة قراءة مش شمولية أو شاملة عملت قراءة مفصلة بالذبط بالواقع مثلا شنو تحبني نحكيلك أنا شنو أي إحساس تحب أنا نحكيلك عليه بعد إختيال شكري بالعيد مثلا نعملك مسرحية على الإختيال تفهم فيها الشارع يعبر عن ذاته أي إحساس أنا قادر نمره للمتفرج وأنا وأنا من فرط الإحساس صار يصعب علي أن نخرج إحساس نعم معتد الشارع واليوميات الثورة في تونس تخلق في أشكال أخرى أشكال تعبير أخرى نتوقع أن المسرح باقي يحاول أنه يتعامل معها نعم ويتملكها ويستمتع بها حتى يخلق ممكن لغة جديدة وخطاب جديد نعم سنفصل وحيد بعلاقة الثورة بالمسرح العربي ولكن بعد الفاصل يارو إلي عم تحضروا حاليا لمسرحية عندي سمكة ذهبية ستعرضوها على مسرح مونو عن شو بتحكي المسرحية ومين كان مسؤول عن الكتابة والإخراج المسرحية صارنا سنتين عم تشتغل عليها أول شيء بلشنا نغوص بأفكار عبالنا نحكي عنها وكتبنا سوا يعني عم نعمل الإخراج كثناء وهذا مش أول مرة منشتغل سوا المسرحية بتحكي عن قد مرات الإنسان بيكون عنده صعوبة ينخرج بالمجتمع أو بالمحيط طبعا وكيف ممكن مرات الإنسان يستعمل خياله ليلعب بالذكريات طبعا وتيخلق واقع آخر يهرب عليك إليشو أكتر الصعوبات اللي بتواجهها كشباب عم يشتغل بالمسرح دايما نسمع عن الصعوبات المادية والتمويل كيف عم تقدروا تتغلبوا على هاي المشكلة وهل بتعتبروا أنه هي مجازفة إن كون قررتوا تعملوا مسرحية بغياب التمويل في مؤسسات بتدعم في أوقات الدولة بتدعم هايدي الصعوبات دايما موجودة اللي بيخلي الإشياء كمان شوي أسوأ هو الجمهور يعني لأنه الجمهور ما أنه كتير مقتل بعضه ليجي يحضر مسرح هذا الشي بيصعب مش بس بيلغي وجود المنتج المسرحي أول شي دايما بناخد وقتنا قبل ما نعمل حيالة مسرحية ندرسها كتير خطواتنا إذا بنعملها أو لا تاني شي مضطرين نكون خلاقين ومبدعين بالإنتاج تصيري عم تنبشي مين الناس اللي عندهم الشغف الكافي أنه يشتغلوا عمل مسرحي بس بلا ما يفكروا بالمصاري هذا هو الشغف طبعاً نحن موجودين لأنه منعمل مسرح مش العكس ما أسمى مجازفي لأنه أصلاً ما في الفكرة مش برأسنا أنه حنوقف يومًا ما يعني كيف بإمكان جيل الشباب اليوم المحافظة على ريادة المسرح؟ تخيل أنه كتير مهم الشباب يحسوا أنه الموضوع اللي عم بيمطرح بمسرحية فيهم يتماهوا معه يعني بيحكيهم بطريقة وببخرة وبنفس الوقت يكون مسلم هون بتقع المسؤولية على الفنان نفسه اللي عم بيعمل مسرح أنه كيف يلاقي صيغة يجمع فيها بين التسلية وبين أنه كمان يطرح موضوع بيخلي الشخص يفكر وكمانه في مسؤولية كتير كبيرة على الجامعات والمدارس أنه كيف يرجع يفوته هذا الشيء بثقافة الجيد الجديد إلي برأيك هل جمهور المسرح بيقتصر على اللخب والمثقافين أم خشبة المسرح هم تقدر تستقطب جميع أطياف المجتمع؟ بالنسبة إلي ما لازم يكون فيه هيك عنوين عريضة أنه هذا المسرح لهذا الفائم الناس أو لهذا الفائم الناس بالنسبة إلي المسرح وكل عمل مسرح يلازم يكون قادر أنه يجيب لكل العالم مسقفين شعب عادي سموه عنه مسقفين ما أعرف كل العالم تجي تحضر تستمتع تنبسط تفكر كل هذا الشيء بعمل واحد يا روئيليم أتمنى لكم كل التوفيق بمسرحية عندي سمكة ذهبية وبنشكركم على وجودكم معنا ببرنامج شباب بالعربي أعود إلى متابعة الحلقة أهلاً فيكم من جديد بعد ما شاهدنا الربورتاج مع يارا أبو نصار وإلي يوسف رح نوجه هيدا الأسئلة اللي انطرحت بالربورتاج على ضيوفنا الموجودين معنا وكمان رح بلش من عند سوسن ونحكي عن المشاكل اللي بتواجه العمل المسرحي بلبنان أحكي لي عن لبنان سبت فضل مظبوط أكتر هي مشاكل مادية ومشاكل أنتاجية يعني بمعنى دعاية تنظيم العمل وين من ضب الدكور مثلا بس تخلص المسرحية شو منعمل بالدكورات تبعيتنا هادئة أهمة وخصوصا أنه نحن عنا بلبنان ما عنا دعم من الدولة للمسرح لماذا يغيب الدعم المادي؟ نعم لماذا يغيب الدعم المالي على المسرح والمسرحيين؟ سواء كان يعني من الدولة أو من لجال أعمال أو من منتجين يعني ما بيغيب كليا بلبنان لأنه منشي عشر سنين وهيك صار في كتير منظمات وجمعيات بتدعم يعني فيك تقدم لتمويل مثل أفاق مثل الصندوق العربي هل كافي التمويل أو غير كافي؟ هلأ بمعزل إذا كافي أو يعني بتطلب رأم وعم بتحكي ككمية يمكن مش كاف أو بس بمعزل عن هذا الشيء أنا بشوف هذا الشيء منيح لأنه بساعد بس بذات الوقت غريب لأنه مفروض أنه وزارة السقافة بالبلد تكون مثلا عم تعطي مصاري لناس معينين لحتى لتطور سقافة هذا البلد ولحتى لتطور هذا المجتمع فوقتها عم تجي المصاري مش من البلد طبعا فهنا هذا بيطرح تساؤلات يعني ليش هيدول الناس بدون يتمولوا حتى لو كانت حتى لو كانت النتيجة إيجابية بس في تساؤلات كتير ممكن تنترح يمكن أنه أكثر خلفية يمكن أنها تعطل مشاريع التمويل هي حسب ما يقول بعض هي رداءة الموضوع أو القضايا التي يطرحها المسرح عم تحكي عن هؤل الجمعيات اللي عدتهم أنا أقول أنا شي كتير إيجابي بس كمان مفروض أنه وزارة السقافة هي بشكل مباشر تكون هي المسؤولة عن الأعمال اللي تنتج بهذا البلد كونه هي وظيفتها أنه تخلق سياسة سقافية بهذا البلد اللي هي هدفها تنمية المجتمع فهذا بيكون مفروض بالدول بيكون هيدا الشي الرئيسي وبعدين تتلع منه الأشياء يعني محمد خليني عندكم نفس المشاكل في الأردن يعني مشاكل التمويل ومشاكل الرعاية رعاية الدولة للمسرح وللمسرحيين أنا بعد قد هموم المسرح واحد يعني سواء مشاكل مادية أو أماكن العروض أو مقرات المسارح يعني يعني إحنا مثلا ما عنا جهاد كتير بتمول ما فيش غير وزارة المسرح لماذا؟ بدك تسألهم ومنحنا في وزارة يعني منحنا في وزارة ثقافية يعني هم هالكم واحد بنقوهم بيعطوهم هالمساري بس يمكننا عن جديد هلأ أعادوا أربع مهرجانات محلية يعني ممكن هاي خطوة جديدة في منهم ثلاث مهرجانات شبابية لماذا حسب رأيك يعني في الأردن هل الرعاية يعني الخاصة بالمسرح في هالمرحلة الحساسة هو تخوفا هم في محاولة لإحتواء الغضب الشعبي الأردني ممكن احتضان نوعا ما يعني أنه شاهدنا في الأردن احتجاجات يعني أخيرة يعني فجأة انقطعت صحيح فيه حركات شعبية هالاقطعت هو مضبوط فيه إعلام ما تنساش في الموضوع يعني بس لسه لأن فيه حراك شبابي قائم ولكن دم النطاق معين خصوصا أن الوضع في الأردن كمان شوي له له خصوصية خصوصية نوعا ما بس إذا بنا نرجع للمسرح أهم المشاكل بالنسبة إلي كمسرح أنا مش إيجابي أكون صريح فهو أيضا المسرحيين يعني فيه شلالية يعني حتى حتى مثلا حتى صار الشباب هو أداة بمعنى أني أنا أقدر أوفر أقدر أخذ تمويل فبالتالي أعتقد أن الأردن يعني هي زي صدمات كهربائية شوي يعني فيه مهرجنات فيه وواء الأخري بس عشان تضل فيه انتعاش للمسرح عشان ما يموت بس ولكن الوضع هو بالنسبة إلي هموم مسرح في موطن العربي واحد طيب وحيد ما بتظن أنه مثل ما قال أمان يمكن عن جد هذا النقص في التمويل لعدم وجود هذه النصوص المسرحية اللي بتفرض نفسها يعني أنا بظن أنه أي منتج إذا حس أنه هذا النص فرض نفسه عليه وبيستحق ما هيأثر أنه يمول معقول كلمك لكن أنا أتوقع أنه المسألة تتجاوز الإنتاج والإنتاجية بقدر ما هي مسألة مرتبطة مية في المية بقرار سياسي لسياسة ثقافية واضحة وقت اللي يتم الاعتداء على المسرحيين من طرف السلافيين يوم الاحتفال باليوم العالمي للمسرح لأنها مشكلة كبيرة ما عندها حتى علاقة بالإنتاج لأنها رفز للفعل في حد ذاته مش دعم الفعل معتا أي انتظارات تكون عندي أنا كمسرحي إذا أنا يتم الاعتداء علي إذا الدولة رافضة أني تحميني إذا اليوم ميزانية وزارة الثقافة اللي وقت بن علي كانت 1.5 اليوم صارت 0.6 معتا الحكومة الحالية اللي كنها توضح فشلها وتعبها وهوانها يوميا حتى للشعب التونسي 0.6 لوزارة الثقافة معتا هي ضد الثقافة واضحة وضد المثقفين واضح هل يعني أنتو المطالبة التنموية ما بعد الثورة كانت هي يعني يمكن كانت في استدارة أولويات الحكومة صراحة يمكن هذا يخلي أن المسرح في الوقت يؤجل المسرح بما أنا قلت أنت لازم المسرحيين يخذوا وقتهم ليعتبروا أكثر من الواقع السياسي والواقع الثوري للمجتمع التونسي خاصة أنت عارف أن المجتمع التونسي توجه أكثر إلى ما يدين الاعتصامات وتوجه أكثر إلى المظاهرات وتوجه أكثر إلى مسرح كبير يومي يحضره هذا ممكن يخلي أن الناس ركز أكثر على مطالب الناس التنموية مطالب الناس السياسية وممكن صار هذا هو هو تهميش تهميش يعني للثقافة في تونس خلي يعني شنو تشوف حسب رأيك تتجاوز النقطة هذه يعني موجود تعمد موجود تعمد متعمد فعل مقصود فعل مقصود وقت أنت يكون عندك سمحني القطاع المسرحي والمسرحيين رأي حرفة رأي مهنة يا ناس رأي أنا مسرحي أو فنان أو شاعر مهني أنا حرفي كما الخزاف والنجار والحداد أنا مسرحي يلزمني نعيش نأكل خبز تفهم فيها معناها المسألة تتجاوز الفعل الفني في حد ذاته وإحنا مش في الفن لمصلحة الفن أنا يلزمني نأكل ونعيش ويلزمني نتزوج ونعمل عائلة ونأسس بيت بمهنة المسرحي فبالتالي هذه تنمية هذا استثمار حقيقي استثمار في البشر استثمار في الثقافة استثمار في المواطن اللي عنده اللي عنده مشروع واللي ينور ما هي الحلول تطرحها أنت يعني كمسرحي للنهوذ بالقطاع الثقافي في تونس؟ أقل شي أني ترجع ترجع القيمة اللي هي موجودة للمثقف وللثقافة واحد بالنسبة للحلول الهيكلية وحلول البنية التحتية والنقابية والآخرية هذه شؤون المسرحيين واحد يلزم الدعم يكون الدعم المسرحي يلزم يكون أكبر ويلزم يكون موجود تواصل بين الدولة وبين الجهات الخاصة اللي قادرت لتدعم المسرح ما تنتي حتى تلقى سبونسور تلقى سبونسور لدعم مسرحية حتى يطبع لك بوستر ولا يطبع لك ولا يعمل لك فلايرز ولا عرفت ولا يطبع لك تيكت ولا مش عارف شنوها تحير حتى تلقى 500 دينار تصير كأنك متسول الله يخليك أعطيني لأنه أنا يلزمني نعلق معلقة حتى يشوفها فلين حتى يعرف أنه أنا عامل مسرحية جديدة بس وحيد أنت كنت عم تحكي عن مشكلة قبل ما تحكي عن مشكلة تموية أنت كنت عم بتقول اختصر أنه فيه يمكن سيطرة أو منع بعض الفئات المسرح يعني مثل ما لاحظنا حتى بمصر في بعض الأشخاص من طيارات معينة سرحوا بتجريم مهنة المسرح وتجريم الفن بشكل كامل يعني فلين كنت عم تحكي عن هيدا المشكلة هي يمكن هاي لازم تتعالج أهم من مشكلة التمويل اللي بتجي بمرحلة لاحقة بالنسبة لي أنا خليني نجيبك بطريقة أجمل من هذه خلقت طليقا كطيف النسيم وحرا كنور الزحى في سماه تغردك الطير أين اندفعت وتشد بما شاء وحي الإله كذا صاغك الله يبنى الوجود وألقتك في الكون هذه الحياة فما لك ترضى بذل القيود وتحمي لمن كبلوك الجباه الفنان التونسي حر يا صديقتي الجميلة وسيبقى حرا وكل الاعتداءات اليومية اللي تصير علينا سنقاوم وسنناظل إلى ما أبعد ما يتخيل اللي يتوقع أنه الفعل الفني الشريف هو جرم أو عيب أو زيف أو خطأ أو حرام واضح واضح يعني المسرح يعاني من تحديات كبيرة يعني في العالم العربي أوكي فاصل ونواصل بعد الله مسرحية فخامة الرئيس انعرضت للمرة الأولى عام 1988 اليوم بعد 25 سنة مجموعة من الشباب العرب بيعيدوا تمثيلها شو سبب اختيارهم لفخامة الرئيس شو هي رسالتهم متعرف عليها مع طاقم العمل والبداية مع المخرج فراس زين الدين فراس اذا بتخبرنا شو هي فخامة الرئيس فخامة الرئيس مسرحية للاستاذ المؤلف جلال كوري مسرحية بتشبه كتير واقعنا واقع الإنسان واقع المجتمع فيه عند الإنسان وينما كان هي مسرحية مظبوطة بتحكي عن الواقع اللبناني والانتخابات اللبنانية بس ما بين السطور بتحكي عن النقص السيكولوجي عند الإنسان إن كان من ناحية حب التسلط وحب الزهور بشار خوري انت بتلعب دور فادي هو أحد أدوار البطولة بالمسرحية إذا بتحكينا عن هيدا الدور فادي هو شخص كتير ذكي من ناحية كيف فيه يستغل نقطة ضعف الناس فهو بيستعمل هيدا الزكا حتى يستغل نقطة ضعف العالم ويستفيد منه له ملفد بمسرحية فخامة الرئيس إنه بشارك فيها كمان مجموعة من الشباب العرب منه إن صبية تونسية هي فردوس نيلي فردوس قدي الواقع اللبناني اللي بتجسده فخامة الرئيس بيشبه الواقع تونسي مسرحية فخامة الرئيس عم تجسد ويقع شخص يعني كتير ما فكر بالسلطة وهو ما عنده مؤهلات ليوصل للسلطة وهيدا الشي بنشوفه كتير عند رؤسة الزعمة اللي عم يقودوا العالم العربي هلأ تككرت الشاب والشبيب خعوا خرام علي وحيات اللي خلعت أكبر شانبات أبلزقهم بالحاج ودقاد المواكب حماية بين سبع اسماء ورئيسية كمان سبع اسماء ورئيسية رئيسية عبدالله جطل انت إلك تجارب مسرحية كتير قبل مسرحية فخامة الرئيس ما نسألك عن دور المسرح بالشارع العربي خصوصا أنه شارعنا العربي حاليا يعني من سنتين لهلأ عم بيمرأ بتغيرات سريعة كتير المسرح العربي فقد قيمته وأهميته عند الشعوب العربية والشعوب العربية بنفس الوقت فقدت ثقتها بالمسرح العربي بالنسبة إلي يعني المشكلة هي من أقل الأدوار اللي عبتكون هلأ قادرة على التأثير على المجتمع العربي هو المسرح نيلة الحارس فخامة الرئيس هي ثالث مسرحية بتمسلية واللافت إنه كمال مسرحيتين اللي مسألتين قبل هني من النوع الكوميدي شو سبب اختيارك للمسرح الكوميدي؟ كل العالم إنه تقريباً زهقت من الدراما ومن الكآبة كلوقت وأخبار وكل قصص الناشفة الكوميدي أو الكوميديا كتير يعني فيها شوية حيات وبتخليوني رفعوا عن حالهم هلأ بدنا ننتقل عند فراس حمية فراس بدك تقلي سبب اختيارك للمسرح لحتى تمثل بالمسرح بشكل عام أنا أول شي اخترت شخصية فروط بالتحديد لأنه شخصية فروط مشتقة من كلمة فرطة فرطة يعني القوة فروط بمثل هيدا الشعب أو هيدا الطبقة الكادحة يلي هي 90% من الشعب ببساطة بقلك أنه فروط بمثل هيدا الطبقة يلي ما بتعرف شي يلي ما بتعرف لاش عم تتخنق مع بعضها يلي ما بتعرف لاش عم تقتل بعضها يلي ليش فيت بالحرب الأهلية ببساطة هي هيدا الفئة يلي ما دير لشي بدنا نشكر فريق مسرحية فخامة الرئيس متمنى لكم التوفيق بها المسرحية وإن شاء الله بكل المسرحيات المقبلة هلأ نرجع لنتابع شباب بالعربي إذن مسرحية فخامة الرئيس يعني أعادة إحياءة مجموعة من الشباب هذه المسرحية اللي كانت تعرض على المسرح اللبناني منذ أكثر من 20 عام من هون خليل نطرح موضوع أبدأ من محمد هالمرة أدى بإمكان جيل الشباب اليوم المحافظة على المسرح هلأ أعتقد أنه كمان العطق الأكبر كمان على دور الشباب لأنه زي ما حكيته فعل اجتماعي دور الشباب هون أنه ياخذ القضايا الواقعية بمحمل جدي أكتر عساسي فكأن يكون فيه يعني طريقة لتفكيك الواقع وبالتالي تجاوزها نحو بناء واقع جديد ومتطور هلأ هون الشباب فيه قسم كبير يعني أنا بالنسبة اللي بشوف في الأردن فيه مساهمات كبيرة من الشباب يعني فيه اهتمام يعني حتى خلال المهرجانات بلاحظ أنه فيه شباب صاروا يحضروا النقاشات والندوات الهمشية هذا شيء جيد يعني أنا قبل ما كنت بتزكينا أشوف الناز غير فيه المسرحيات لذلك الشب العربي أول شيء لازم يكون فيه عند إدراك للواقع بشكل واعي يعني هاي هي النقطة يعني لازم يكون فيه بحث أكبر وبالتالي لتأسيس أو لتأصيل المشكلة يعني ما بصير أن أخذ الموضوع مجرد خلال نقول مقولات معينة أو أفكار أساسية وأجي أن أطبقها من خلال المسرح لازم يكون فيه وعي أكبر لازم يكون فيه دراسة لازم يكون فيه بحث طبعا من خلال أيضا التجريب من خلال أيضا دعم سواء المعنيين في المسرح أو المخضرمين المسرحيين هاي كلها لازم يعني وجود كتلة كبيرة بتساعد أنه الشاب العربي يقدر من خلال المسرح أنه يكون عنده رؤية أفضل واستشراف أفضل المستقبل نعم أسيرة الاستشراف تحديدا يعني وحيد نحن بنعرف أنه يمكن مؤخرا كترة المسارح أو نوعية النصوص المسرحية اللي بتوثق الأحداث وبترصدها فقط وهيدا من النوع يعني يمكن ما كتير بيجذب الجمهور لأنه هني عايشوها ومثل ما قالت إذا بدوا يقارنوا المسرح اللي عايشوه أو المسرح اللي عم بيشوفوه حيلاقوا اللي عايشوه كان أفضل بكتير وهيدا القضايا صارت فعلا هموم الشباب واحدة يمكن بعد اللي حدث آخر سنتين طب رأيك أدا الجيل الشباب إلو دور بالمسرح وأداه هلأ هو صار أقرب يعني ممكن ينشد لهيدا المسرح على الرغم من أنه عم بعيش كل يوم مسرحية كبيرة وبكل سبق وحكيت عن الإحساس يعني يتشد بكل بساتة إذا يدخل القاعة المسرح وإلا مش بالضرورة الجمهور يدخل القاعة المسرح كل الفضاءات الخارجية ممكن تكون مسرح التجارة المسرحية الكبيرة التي لقيت نجاحا هي التجارة الغريبة الجميل فيها كان غرابة المكان تلقى عرض مسرحي في محطة قطار وإلا تلقى مسرحية في الشارع في الشارع وإلا في السوق فبالتالي واحد الخروج من الفضاء الكلاسيكي المسرحي مهم مش أنه التواجد في الفضاء المسرحي الكلاسيكي القاعة المسرح مثل هالقاعة هذي فكرة والتواجد خارج المسرح فكرة أخرى مختلفة ممكن تقرب الناس ليك حتى نوعية الخطاب المسرحي كذلك يعني أنا حسب ما نعرف أنه المشاهد أو المتابعة للمسرحي يحبذ أكثر نوعية الخطاب التحريذي والثوري على الثورة للثورات يعني خلينا نبتعد أكثر على ما يسمى بالمسرح الكلاسيكي أو التناول القضايا الكلاسيكية الشعوب العربية الآن تعيش أزمة وتعيش ثورات والشعوب العربية ليس لها إلى حد الساعة مستقبل واضح يعني هل أن المثقف أو أن المسرحي بإمكانه أن يكون شعلة لقيادة هذه المجتمعات أو لقيادة هذه الشعوب الثائرة نحو مستقبل واضح؟ إذا كان هو في عايش إذا المثقف أو الفنان عايش الفاعل الثوري بشكل حقيقي يعني موجود في الشارع وقريب منهم ومن الناس مش مثلا يحكي على مدينة منفية أو بعيدة تونسية فقيرة وفيها شباب متعلم ويكتب بألف نصف مسرحي وهو عمره مزارة أكيد إذا كان هو حقيقي وموجود على الأرض يلمس ويشم ويشوف ويستعمل الحواس متاعه قادر أنه يتواصل أنت وقت تطلع في مسيرة وتلقى شخص ما تعرفوش تقف على الجنب ممكن تحكي أنت وياه لأنه تقتسم أنت وياه طريق اللي هو المسيرة إذا كان أنت تقتسم مع المواطن همه الحقيقي وتنسى أنك أنت مسرحي أو فنان تعيش اللحظة بشكل حقيقي ممكن بعدها هي تستبت أن الشي هذا وتلقى مواجهة أخرى ومفاشئة أخرى للمواطن العادي بخطاب آخر مختلف كل جذب أكثر بالذبط فيه المتعة فيه التحريز فيه الفكرة فيه ترويز فيه الحلول بطبيعة الحال فيه الحلم أنا بزوان دي فانتاستيك اليوم أحنا محتاجين الفانتازي الفانتاستيك محتاجينها أكثر من اللازم أكثر من أي وقت آخر معتا بلاد تعيش ثورة تحب تعيش الفانتاستيك بجد حرام مسكين الإنسان يومياً يعاني معتا اللي يدخل في الحرك الثوري واللي يبرم الحرك الثوري المواطن اللي موجود في حرك ثوري والمواطن الأخرى اللي يقول لك لا يا أخويا خربتولنا البلاد وأحنا كل نهار اعتسامات نحبه نعيشه ونحبه ناكله خبز تفهم ذيا؟ هذا وهذا في حاجة اليوم إلى الفانتاستيك إلى الفانتازيا في حاجة أنه يسرح بخياله لأنه فريستري مخنوق يحب يطلع من هالوضع لم يبقى للمواطن العربي سوى الأحلام صراحة بعد ربيعة ثورة عربية نعم سوسن يمكن نطرح فكرة وحيدة كتير مهمة يعني هو كان عم يحكي تحديداً مثل ما أنا فهمت عن صدق الإحساس لمفروض يقدموا المسرح وهذا الشيء أكيد بينتباه له الجمهور برأيك الجيل الحديث هلأ في صدق بالتقديم اللي عم بقدموا ولا عم بيكون يمكن تقليد للي سبقوه أو شو رأيك؟ أنا ما بحب أحكي بتعميم يعني مش هقول الجيل الجديد أكيد في تجارب كتير صادقة وأكيد في تجارب هي هي مهنية أكتر منها ما لها أي معنى حالي وما حيكون إلى أي معنى بالمستقبل يعني هي ما مش هلهم في تجارب كتير مهمة مثلا بذكر منا بذكر التجارب اللي عم يعملوها جمعية زقاق اللي هن عم يعملوا أعمال كتير مهمة وكتير حاضرة وكتير ففي تجارب كتير مهمة حاليا يعني في تجارب أقل أهمية فما فينا نعمم يعني وبالنهاية الشاب أو غير شاب أو الختيار أو اللي عم يعمل فن الفنان هو إنسان فهو قديش الفن طبعه بيعكس هيد الحالة الإنسانية اللي عايشينا بالحاضر قديش هو بيكون له معنى بمعزل إذا كان شاب أو غير شاب نعم سنكمل هيدا النقاش نحنا لكن بعد آخر فاصل بهيدا الحلقة بالبداية إذا بتخبرنا عن مسرحية مش مختلفين عن شو بتحكي مش مختلفين بتحكي قصة علي وكريستينا معروف من أسميون إنه هن شاب وبنت من غير طوايف تعرفوا عبادهم بلندن تحت رأية العلمانية ببلاد الغرب بأوروبا وقرروا يتجوزوا بعد 8 سنين حب وبيجوا على لبنان لحتى يعرفوا بعضنا على أهلية بعضهم عم نحكي عن واقع جدا مرير هي النظرة المتخلفة للمختلفة هادة قافة الطائفية يلي مفروض تكون عنا غنى هذا التنوع الطائفي مفروض يكون عنا غنى بس للأسف هيدا السلاح اللي بأيدنا عم يستعملوا ضدنا لحتى نكون مختلفين أكتر ومتقوقعين أكتر وأكتر ضمن طوايفنا فالمسرح هي بتحكي عن هيدا الموضوع لوين متجه المسرح بلبنان؟ للأسف ما فيه مسرح فيه مسرحيين مسرحيين عم بيقوموا بتجارب فردية اشتهادات خاصة بس هيدا شي حلو لانو مع الوقت ممكن هالكتل هيدا الصغيرة تعمل كتل كبيرة ويصير عنا شي اسمه مسرح أو إعادة تنميم المسرح لانو المسرح عنا بتعرفي بلبنان يمكن من أول بلدان العربية اللي اشتغلت مسرح حتى أسست مسارح برات لبنان نحن كجيل جديد عنا مسئولية أول شي إذا بدك إعادة تحييق هذه العجلة المسرحية وبعدين مصالحة الجمهور مع المسرح صار في شارخ بين الجمهور والمسرح الحق على الحرب أول شي ثاني شي حق على بعض المسرحيين يلي للأسف ما عارفوا تواصلوا مع الناس يعني بيسموا حالهم نخبويين إنو الناس ما عم بيفهموا عليهم وهن مقادين ببرجون العاجي الثقافي وبيتطلوا على الناس من فوق بنظرة دونية أنا برأيي لا المسرح لازم يقول لكل الناس مسرح العربي قد تأثر بما يسمى بالربيع العربي أكيد من دون شك أثر سلبا يعني تعرفي صار في شوي لا أمن نوعا ما بكتير من المطارح وهذا شي بيأثر مش بسعى المسرح يعني المسرح أول شي بيجب يعني بينضرب خلينا ننطر ومنشوف يعني نشوف إذا فعلا الربيع العربي هو ربيع أم لا نحن من شك لك ومتمنى لك توفيق بمشوف تلفين وبكل عمالات المستقبلية نرجع لنكفي شباب بالعربي يعني يمكن جورج خباز اختصر أكتر الحديث اللي كنا أو الأفكار اللي طرحناها بالحلقة وحكي عن رسالة المسرح كيف لازم تكون من وجع الناس شو تعليقك على هيدا الروبورتاج وعلى رأيه بالمسرح العربي هو مش اختصر أنا نعرفه بالشكل مواضح أنه إنسان مش اختصر لكن اختار ممتاز برافو عليه إذا اختار نوعية معينة من المسرح وواثق ومآمن بها علش لا فكرة ايه لكن أنه يقول الاقتراب من الناس والمسرح لكل الناس يعني أني نعمل كرسي ونعمل مطبخ حقيقي ونحط ناس قاعدين على ديفان لا سمحني أنا يوميا نشوف أشياء بشرية طبيعية أجمل بكثير هو يمكن لم يقصد بالدكار الاقتراب من الناس هو يقصد بالنص بالرسالة اللي بيوديها ما التفقين ما كلها رسالة نعم ليش هو الخطاب المسرحي هو الكل مش التفصيلة مش الجملة وإلا نصير أنا نألف نصب مسرحي ونأتيك تقراه ما هو كل شيء معطي هو إشن هو لابس وين قاعد عليه إمتى والتمثيل هو فن الكيفية بأي طريقة تأدي شيء هذي بطبيعة الحال إذا أنت تقدم شخصية مسرحية لا تموت بيسيلة ما عنداش علاقة بالإنسان اللي يجي يشوفها بطبيعة الحال أنت آوت خارج الفعل المسرحي هذا أساس الفعل المسرحي هو ممكن اختياره أنه يعمل الشيء هذا لكن مش هالنوع فقط من المسرح اللي يكون قريب لغويا وخطابيا وفنيا ما هي الأنواع الأخرى من الإنسان؟ موجود بارشة أنواع أخرى عندها مثلاً أنواع الأخرى مثلاً إذا كان أنت إذا نحكيه على على المسرح السامت السامت مثلاً قريب بارشة من لغة الإنسان تخير أنه لغة الجسد ممكن توصل أكثر وتكون قريبة أكثر لغة الجسد أو الخطاب المقول معناها الثنين يتكاملوا المهم هو أنه يحقق متعة ويقدم فكرة للمتفرش معنا المسرح من غير متعة المتعة يعني الإحساس يعني الضحك أنا مثلاً ما نحبش نشوف مسرحية وما نفرحش فيها ما نحسش بالفرح حتى ولو جدية بالعكس هو أقصى أقصى بالبساد وأقصى بالسيل أقصى وأقصى أنواع الكوميديا هي قمة الجدية نتوقع أنه المشكلة في أدوات العمل المشكلة في ذهن المسرحيين أنه يتوقع هذا نخبوي وهذا شعبي وهذا يوصل للناس وهذا ما يوصل لجه أي فكرة حقيقية صادقة بالوسائل الطبيعية المسرحية المتعارف عليها بلغة مفهومة جديدة أو قديمة المهم طريقة توسيلها ونوعية تبليغ الرسالة مع المتعة توصل للمتفرج شكل فن رابع اسمه المسرح بغض النظر على نوعية الخطاب ممكن سوصاً أنت بتوفق وحيد باللي قاله أكيد بفق وحيد علي قاله وفي بس بدي أعلق كم شغلة مظبوط أيضاً نوع موجود لكن محبوب هالنوع هذا محبوب هالنوع مظبوط بس مش غلط مش غلط يكون محبوب وما بيعني إذا في جمهور كتير ما بيعني أنه هذا يعني هو خيار الأمثل ولا مرة كان الفن قيمته بأنه قداش بيجذب ناس وفي عندي تعليق كمان أنه نحن ما عنا مشكلة جمهور بلبنان للحقيقة حتى بالمسرح اللي عم بيسميه نخبوي يعني المسرح اللي عنده قيمة سقفية حقيقية عالمياً مش بس بلبنان يعني يعني مسرحية تنعرض بغير بلد كمان مفروض أنه أنه يكون إلي قيمة قيمة فنية مش أنه بس ببلدك أنت بمقارنة مع كل الأعمال الموجودة هي يكون إلي فهذا نقطة كنت عم قول أنه نحن ما عنا للحقيقة مشكلة حقيقة بالجمهور يعني أنا مثلا اشتغلت بالسواد بالمسرح وبعرف أنه هناك أوقات بيضطروا يلغوا عروض لأنه ما بيكون عندهم إلا واحد حاجز مثلا علماً أنه بتكون العرض له أهمية فنية كتير عالية فنحنا في مثلا مسرحيات عنا مثل ما بعرف بسمي مسرحيات لرجاع السف مثل جنات الصناية مسرحيات الرحابة ما فينا ننساها تلاقي كمان هذا كمان نوع مختلف عم بحكي عن نوع اللي عم بيسمونه نخباوية زيد الرحباني مثلا عنده طير يعني كتير يعني بيحبوها الناس مظبوط يعني كل كل يعني كل وبس بعد بدي بس قبل ما يخلص دوري بدي علق على نقطة كتير مهمة قال أنه الثورات أثرت سلبا على المنح المسرح مش ممكن الثورة تأثر سلبا على المسرح لأنه طول عمره بتاريخ المسرح العالمي المسرح من أول ما خلق مرتبط مع الموت هو ردة فعل للإنسان على علاقته بالموت الموت الحقيقي الفعل الجسدي والموت الفكري والإنساني فكل ما كان عم بيصير حركات ثورية بالعالم كل ما كان المسرح عم بعيد النظر بقوالبه وبأدواته لحتى اللي يرجع يجدد حاله ويرجع يصير إنساني أكتر وحقيقية أكتر فمش ممكن أنه الثورات اللي عم بتصير مش ممكن أنه تأثر سلبا على المسرح لأنه أكيد يمكن حتى هلأ بعد بكير جدا لنحكم لأنه الثورة مش عشية أحداث الثورة بتبين مدى تأثيرها إن كان على الفن أو على غير يعني على المجتمع ككل بدأت أخذ وقتا ليبين إذا فعلا أسترت سلبا أم إيجابا لا أنا أجزم لك مش ممكن أن تأثر سلبا أنا نتوقع أن تأثر سلبا عليه هو لأنه يبطل يجيه جمهور حسب رأي ممكن خلينا مع محمد محمد هل ارتباط المسرح برسالته الثورية يعني إسقاط رسالته الفنية والجمالية أنا بوافقهم طبعا مسألة المسارح والثورة هو دائما مكانة المسرح يعني حتى في ظل عدم وجود ثورات دائما تحمل هذه المضمين الفلسفية الموت الحرية العدالة هذه المفاهيم كلها دائما مرتبطة مع المسرح تحمل مفاهيم المسرح العربي موجود عنده أكثر من أربعين سنة فهل يحق للمسرح أن ينسب إلى نفسه أنه هو صاحب الفضل في ربيع الثورات العربية بما في نقطة مهمة في موجة طالعة موجة شعبية لكن ليست موجة ثقافية لا أكمل أنه في موجة طالعة صاروا الناس صاروا يبرروا الضعف الفني من خلال نبل القضايا اللي بطرحوها زي اللي ربيع العربي يعني صار في نوع من الاستغلال لهذا الموضوع يعني أنا مع أن يكون المسرح هو أدالي التحريض على عدم الحياة أنا مع تماما على أن يكون موقف من الحياة أنا مع ولكن هو ربط الثورات بقضية المسرح يعني إلا الآن هناك نقشات عن مهيطة المسرح أعراض طف ما بالك إذا ما نحكي لسه عن الإشكالية الثورات العربية وفيه انقصام واضح يعني أشوف المسرح يعني للأسف أنا كنت دائما أحكي عن المسرح وأعمم أنا مش أصدي عن التجارب الفردانية فيه إنجازات فيه أشخاص ساموة بتأصيل هوية جميلة للمسرح ولكن أنا أصدي من السياسات أو معنييه بالمسرح يعني أنا معلش بدأ أكون شوي يعني عندما يقام مهرجان المسرح العربي بدورته الخامسة تحت شعار هامشي اللي هو الشعار المسرح العربي والهوي والربيع العربي وين تحتضنه عاصمة الثقافة والديمقراطية الدوحة فيه خلل كبير المزحة هيك صراحة يعني هاي بلقص كل شيء إذن هو مش موضوع توجهات لا لا ناس معنيين يعني المثقفين اللي بيحكوا وبينظروا والندوات والنقاشات ثقافية طب إلى أين طب بأمي فيه مشاعر وطنية زي ما حكيت فيه سيادة فيه ثوابت وطنية فيه كرامة وبالتالي الحديث عن إنسانيات يعني بدأنا بعرف شوي الموضوع ودين عمرات كتير بعيدة من نهاية الموضوع أو الكلام عن المسرح يطول لكن مجرد أنه فيه أشخاص بعدهم يتأملون بأنه يتطور المسرح ومنعاولين على وبعرف على أفكار البعض وصدق الآخرين نحن وصلنا لختم هذه الحلقة بدأت شكر ضيوفنا وحيد العجمي من تونس وسوسم بو خالد من لبنان ومحمد جديد من الأردن وكيد بدأت شكر زميل اللي شاركني بتقديم أمان الله تابعونا بحلقات جديدة في البيت في الشارع في الاعتصال في الإدراء الجامعة العمل مع الأصحاب في المدرسة العمل أكتب في المباهرة دربش عن السياسة والثقافة الحالة الاقتصادية عن البيئة عن الحروب والإنسانية عني وعنك شباب شباب بالعربي